موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا في واحد من أهم مؤتمرات تبر أطفال اللي عقدت مؤخرا في مصر ناقش المؤتمر المصري الدولي لطب الأطفال عدد كبير جدا من المشاكل الشائعة والخطيرة في الأطفال زي عدوة فيروس كورونا في صغار السن وشهد المؤتمر اقبال كبير جدا من الأطباء خصوصا وإن الجلسات ضمت في رئاستها حوالي 100 من كبار أساديس الطب الأطفال في مصر هنروح نشوف المؤتمر ونرجع لكم على طول حقيقة المؤتمر النهاردة إحنا يعني كنا مهتمين إن إحنا نعمل نقاط تهم الأطباء كلهم وإن يعني الدكتور يخش المؤتمر بعد ما يخرج منه يغير طريقة تعامله مع المريض كلمنا عن الكورونا هل الكورونا في الأطفال تقلق إلى هذه الدرجة ولا لأ تطعمات يعني في بعض حتى بعض الأطباء متخوفين من التطعمات هنتكلم عن التطعمات وإن دي حاجة مهمة جدا 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 موضوع الفطر الأسود اللي الناس يعني يعني مشغولة به هنتكلم عليه ونشوف هل هو في الأطفال فعلا بيجي ولا لأ ولا دي حاجة نادرة جدا كل الكلام ده هنقوله بالمناسبة هو نادر جدا عشان نطمن الناس الحاجة التاني نكلم على تغذية الأطفال إزاي الطفل يبقى عايش حياة صحية سليمة وإحنا بنقول دايما النصايحة للأمهات إنها هي لازم الطفل ينام بدري ويصحى بدري ولازم يأكل أكل صحي يعني يفطر ويتغدى ويتعش لو عمل الحاجتين دول إن شاء الله مش يروح لدكتور أطفال خالص وبينائش كل التخصصات الطبية في طب الأطفال الناس فهم أنه طب الأطفال ده حاجة واحدة لا مش حقيقة عندنا في طب الأطفال تغذية فلازم يعرفوا ما هو الجديد في التغذية عندنا في طب الأطفال أمراض الكبد فلازم يعرفوا ما هو جديد في الكبد أمراض القلب وهكذا الحساسية يعني اتكلمنا النهاردة عن الحساسية الأنفية وفي جلسات عن الرب الشعبي والحساسية الصدرية الأمراض المعدية وهكذا فكل التخصصات اللي في طب الأطفال كلمنا على أمراض الكلف الأطفال كل ما هو جديد بيقوم بيه مجموعة من الأساتزة الحقيقة مقدمين محاضرات جميلة لحد الوقت حاجات رائعة أهم حاجة إحنا تطرقنا لكل الحاجات اللي هي تخص الأمراض اللي بتخص الأطفال وكيفية المحافظة على صحة الطفل تطرقنا لكورونا طبعا وده بانيل كبير جدا بنتناقش فيه في التعامل مع الطفل اللي بيتعرض لمرض الكورونا والتأثير النفسي على الطفل من العزل سواء كان في البيت أو في المستشفى وإزاي نقي أطفالنا وهل الفطر الأسود بيجي للأطفال ولا لا هو الحمد لله بنسبة قليلة يعني بطمن الناس ما بيجيش خالص للأطفال غير في حالات شديدة جدا يعني وأمراض خاصة تطرقنا للمضادات الحيوية وكيفية استخدامها والتقليل من استخدامها وتحسين يعني ما نعملش سوق استخدام للمضادات الحيوية طبعا الجديد برضو في المؤتمر إن إحنا ابتدينا نضيف تخصصات تانية على تخصصات طب الأطفال إحنا فعلا في ممارساتنا بنحتاج إن إحنا نحول الطفل للدكتور الجلدية ففي المؤتمر بتاعنا استضافنا أسادة من أمراض الجلدية بالطب الأسر العيني معنا بحيث إن إحنا نتداول الأمراض المشتركة ونشوف أحدث طرق العلاج للأطفال المؤتمر فكرته جديدة بيعالج أو بيتتطرق للمواضيع الشائعة في الطب علشان نحق أفضل ممارسة للمشاكل الطبية الدرجة مش مهواش عن الأمراض الندرة ولكن الأمراض اللي إحنا بنشوفها كتير جدا في العيادات وفي المستشفات المؤتمر ده مؤتمر فريد منه لأنه هو مركز على الممارسة العملية يعني من وجهة نظر الممارسة وليس بس من الوجهة الأكاديمية فدي حاجة مهمة جدا لشباب الأطباء إنهم يعرفوا الممارسة العملية في أرض الواقع يعني يعملوا إيه في حالات معينة كل حالة تصرفوا فيها إزاي مش دايما الممارسة العملية بتبقى مكتوبة في الكتب دي حصاد خبرات الأسازة اللي هي مشتركة في هذا المؤتمر علشان كل سؤال دايما بنسأله بنحتاج نعرف إجابته من شخص بنصق فيه وخاصة لو كان السؤال ده في الطب بيكون دايما عندنا شغف إننا نعرف إيه الحل ونعمل إيه وعلشان كمان نلحق نفسنا فالنهار ده في صحتك بالدنيا جمعنا كل أسئلتكم اللي جات على صفحة البرنامج الخاصة بأمراض البطنة والسكر واللي هيجاوب عليها كلها دكتور طارق يوسف سعد استشاري الأمراض البطنية والسكر والجهاز الهضمي برحب بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك شرف كبير جدا لحضرتك معينا شرف لي يا فنه دكتور جات لنا طبعا أسئلة كتيرة جدا خصوصا يمكن الشعب المصري يعني عنده مشاكل خاصة في أمراض البطنة والسكر كمان فخلينا نتكلم نجاوب على كل أسئلتنا فأول سؤال معينا النهاردة من سوزان بتقول أنا عندي تعب في المعدة بقالي 3 سنين في نفس المكان ورحت الكذا دكتور يقولي دي قرحة فهي بتقول أخذ العلاج تهدى شوية وترجع تاني مع أحساس بحمودة بسيطة فبتقول أعمل إيه يا دكتور وإيه الحل لأنها رحت لكذا دكتور هو أولا طبعا إحنا عادتنا أن إحنا بنستعجل على النتيجة فدي أعايزين يعني نقول لسوزان أنها لابد أن إحنا لما نروح لدكتور ننتظر ونتابع الدكتور ده ونشوف الاستجابة بتاعت العلاج ونقول له أنا استجابت بنسبة 50% مش 100% لأنها بتاخد العلاج ما تكملوش هي كورسات وبعدين لازم نشوف السبب وراء هذا الالتهاب يعني لو أنا عندي ألم في المعدة شخصت الكرحة دي بناء على الكشف الكرحة ما تتشخصش بالكشف بمن أول مرة ما تتشخصش بالكشف تتشخص بمنزار يعني لابد أن إحنا نعمل منزار عشي نقول لي كرحة أو يكون عندنا مؤشرات لأنها كرحة في مؤشرات معينة يعني بتقول إنها كرحة بس ممكن يبقى التهاب وممكن يبقى شوية ارتجاع في المريق لأن عندها حرقان الحرقان ده معناه إن الحامض بتاع المعدة بيطلع على أسفل المريق الحموضة بتبقى زيادة المعدة بتفرز حامض طبيعي عشان يهضم الأكل اسمه الهيدروكلورس السوديوم هيدروكلوريد الحموضة لما بتبقى عالية هيدروكلوريك أسد أسفل الحموضة لما بتبقى عالية الحامض ده بيطلع على المعدة على المريق فبيعمل حرقان في أسفل المريق فإحنا ليه بيسبب لي ألم إن فيه التهاب ممكن الالتهاب ده يصحبه قرح سطحية يعني جدار المعدة ما بيقاش الانتجرتي بتاعته ما بيقاش كاملا ما بقاش سليم من 100% ما بقى فيه التهابات ممكن نتيجة اسلوب الحياة وممكن نتيجة نوع الأكل نوع الأكل وممكن نتيجة عصبية داخلية وممكن نتيجة طبيعة طريقة الأكل نفسها وممكن أدوية وممكن نتيجة مسكنات زي ما حضرتك بتقولي وممكن يبقى عندي حاجة زي رسومة المعدة اللي هي بتعمل التهاب وترجع الالتهاب كل شوية يعني بناخد علاج بتتحسن وبعد كده لما بتوقف العلاج كون الأعراض بترجع كل شوية لابد إن احنا نعمل فحص الجرسومة عشان نتأكد لو هي موجودة لازم نعالجها الجزء الثاني لو استمرت تكرار الأعراض دي لابد إن احنا نعمل منظر عشان نشوف درجة الالتهاب وفعلا فيه كرحة وانا ما فيش دي طبعا مهم جدا تاني سؤال من وردة بتقول أنا عندي كرحة الأسنى عشر بسبب البكتيريا ودايما عندي عصر هضم مش بيروح حتى بالعلاج هي برضو بتقول أعمل إيه لو بسبب البكتيريا طبعا إحنا عندنا فيه كذا بروتوكول لعلاج البكتيريا وما نيقسش أنا جالي ناس قالولي إحنا بقى أنا ثلاث سنين خدنا علاجات كتير جدا وما بتجيبش نتيجة فأنا أول ما ملحوظة بقولها للناس ما ينفعشي العلاج اللي خدته وما جابش نتيجة أقرره تاني لأنه بيجي لي واحد بيقول أنا خدت الكورس المشهور لعلاج الجرسومة الحالة زونية تلات مرات وأعمل كل مرة أحلل الأيام موجودة أنا ده غلط هو خلاص أنا بقى عندي الجرسومة دي بتعمل حاجة اسمها ريزيستنس أو مناعة من المضاد الحالة من الأدوية دي فبتكون من الدواء نفس اللي أنا بديه فبجأت ديها الدواء تاني مش عالة خلاص هي مسيطرة هي اللي واخد الأبرغانت فلابد أن أنا أغير البروتوكول في كذا بروتوكول فلازم راجع للدكتور طبعا في بروتوكولات حديثة دلوقتي داخل فيها البيزمس وفي بروتوكولات داخل فيها حاجة اسمها sequential therapy وحاجة اسمها hybrid therapy يعني في كذا بروتوكول ممكن يساعدني في علاج الجرسومة دي ويجيب نتائج أحسن من البروتوكول اللي أنا قاعد أعيد فيه كذا مرحب ده لو المشكلة هي الجرسومة عصر الهضم طبعا ناتج عن التهاب المعدة أنا بتقول هنا بكتيريا البكتيريا المشهورة هنا هي الجرسومة الحلزومة الجرسومة دي نوع من البكتيريا بتعيش في الغشاء المخاطئ المبطن للمعدة وهي نفسها بتفز مواد ضارة بالمعدة بتساعد على زيادة في إفراز مثلا هرمون اسمه الجسترين اللي بيزود حموضة المعدة بشدة فده بيزود الالتهاب وتأكل جدار المعدة وطبعا عادتنا لابد ان احنا يعني احنا بنقول المعدة زي الجلد بتتعرض لحاجات كتير يعني الأكل والدوة وكل حاجة حتى الانفعالات بتأثر عليها فلابد انها يبقى عندها نوع من تجديد الخلايا السطحية يعني جدار المعدة ببقى طبقات الطبقة السطحية اللي هي المبطنة للمعدة دي بتتعرض لكل العوامل دي كل الأكل اللي احنا بناجده فلابد ان انا قدي عوامل تساعد على تجديد الخلايا وتقوية حماية المعدة إلى جانب تقليل الحامض شوية اللي هو بيأكل في جدار المعدة لما يزيد عن حده وفيه طبعا دلوقتي عن السكر هنلاقي تقريبا معظم مصرين عندهم مشاكل في السكر فمونة بتقول أنا يعني عندي 23 سنة وشكيت ان أنا عندي سكر وحللت ليه فطر قاله 700 ثاني يوم حللت صايم قاله 180 ده معناه ايه يا دكتور وهل مريض السكر يعني هو مريض سكر ونسبته عالية ولا لا طيب لازم نعرف يعني ايه اشخص المرض السكر او اشخصه ازاي والنسب بتاعته اه والنسب بتاعته الطبيعية ايه لو انا حللت زي ما هي حللت كده عشوائي 700 ده اسمه مريض سكر خلاص مفيش غزار يعني لانه مريض السكر لو انا حللت له سكر عشوائي في اي وقت او الشخص العادي لو حلت له سكر عشوائي في اي وقت لقيته فوق المتين ده مريض سكر ده اسمه مريض سكر لازم بقى اعمل تفاصيل التحليل والتلاتة دول مؤشرات مهمة عشان اشوف مدى الحالة اللي عندي خفيفة متوسطة شديدة بقالها مدة جديدة لازم اعرف الاسباب عشان اتعلم انا عرف ان السكر ليه انواع النوع التاني والنوع الاول عايزين نعرف بقى ايه الفرق اطلاع من الاتنين هو النوع الاول في الغالب بيجي في السن الصغير النوع الاول الوقت بقينا نشوفه في اطفال صغيرين كان عادة بعد سنة الوقت فيه ناس حتى قبل السنة بيجي لهم سكر وبيبقى بالنسبة للبنكرياس اللي هو بيفرز الانسولين النوع الاول ده بيبقى عنده نقص في انتاج البنكرياس يا نقص جديد يا نقص متوسط واحيانا بيكون البنكرياس متوقف تماما عن افراز الانسولين بفيه عوامل وراثية واحيانا عدوى فيروسية لكن العوامل وراثية لها فبتقلل انتاج الانسولين الداخلي فده حلو الوحيد ان انا باخد انسولين خارجي وبرضو يعني عايز اقول معلومة للناس اللي هما النوع الاول ده مفيش حاجة اسمها اخد انسولين مخلوط في النوع الاول النوع الاول لابد ان انا اخد انسولين زي اللي خالقوا ربنا ربنا خالق جسم الانسان بيفرز انسولين 24 ساعة بيزل سكريشن اللي هو افراز قاعدي او افراز كل ساعة بيفرز جزء وافراز تاني وقت الاكل فانا بدي انسولين نوعين مش نوع واحد نوع قصير المفعول يغطي الوجبات ونوع بيزل يغطي الى 24 ساعة ودي احسن وسيلة عشان اشابه اللي خالقوا ربنا تمام والنوع التاني بقى نوع التاني ده اللي هو بيسموه السكر اللي بييجي مش معتمد على الانسولين يعني انا علاجه بيبقى انواع من الحبوب واحيانا نظام اكله هو في كل احوال لازم نظام الاكل طبعا بس احيانا نظام الاكل يكفي بس في النوع التاني لما يكون الدنيا لسه بتبتدي او خفيف وفي ملحوظة مهمة جدا ان احنا النوع التاني ده موجود عند ناس كتير جدا استعداد لي وبنقعد في ملحوظة الاستعداد احيانا بالعشر السنين لازم نغير بقى اسلوب حياتنا في العشر السنين دول يعني نحاول نعمل كنترول على الوزن كنترول على النوعيات الاكل الاكلة نفس اه والنشط عملية الرياضة او المشي احنا بننسى في زحمة الحياة اللي عندنا بننسى تماما عنصر الرياضة الرياضة ده حاجة مهمة جدا العربية للبيت للبيت العربية للسوق للعربية يعني ما بنتحركش فعلا فبقيت الدنيا صعبة جدا ان انت تعملي اكتيفتي انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور شرفتنا ونورتنا ولازم نشوف يعني اكيد عشان عندنا اسئلة كتير جدا ومشاهدين كمان بيبعطولنا على صفحتنا دايما فاكيد يعني نورتنا نشوفك تاني تحت امر المشاهدين في اي وقت طبعا مشاهدين انا يعني مفيش دلوقتي الحمد لله مرض اللي ما يكون ليه الحمد لله دواء فليه لا ان احنا من شخص بدري ونعرف نروح كمان للشخص الموصوق فيه فخليكوا دايما معينا عشان تستفادوا اكتر بكتير وبشكر طبعا الدكتور طارق النهاردة كان معينا واكيد هنبقى معيكوا في فقرات دايما مفيدة لصحتنا شوفكم على خير مع صحتك بالدنيا اهلا بكم مشاهدين وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا مشاكل الشعر وفروة الراس فيه ناس كتير بتلاحظ ان شعرها مش بيطول وبيتساقط وبتزيد فيه القشرة وجافة جدا والحلول اللي قدامهم كلها غير فعالة كل دي مشاكل وغيرها كتير بتخص الشعر النهاردة في صحتك بالدنيا حنعرفك ازاي تحل كل المشاكل دي مع ضيفتي اللي منوراني دكتور مهيتاب هانيا المستشارة الطبي لشركة اي امزي اهلا بك يا دكتور اهلا بك اهلا بك اهلا بك طيب دكتور في البداية احنا في حياتنا اليومية ايه الحاجات اللي لازم تتوفر او العناصر الغذائية اللي المفروض نقولها عشان نحافظ على صحة وجمال الشعر بص احنا عشان نحافظ على شعرنا محتاجين روتين جزء منه يبقى داخلي وجزء يبقى خارجي او موضيع على الشعر والاتنين مش بيغنوا عن بعض يعني مش ده بديل ده اه داخلي طبعا نزم ناكل الاكل المتوازن اللي هو كل انواع الاكل خضار وفكهة نشرب مية كتير اه يبقى ساعات النوم بتاعتنا كافية ده الكلام اللي دايما بنقوله بس لو عناصر معينة مهمة قوي ناخدها حتى لو احنا مش بيتوفر اكلنا بشكل يعني مزبوط اه حاجة زي مثلا الفيتامين اي من الحاجات المهمة جدا انا مفردكم متوفرة في اكلنا وهي متوفرة في اكل كتير ولو انا مش بقدر اكلها بشكل كويس ممكن اخدها بشكل مكمل غزي فيتامين اي من الحاجات اللي بتدي مالمس حلو للشعر بتديله لو في مشكلة زي مشكلة التصاقب تتحسن قوي تحسن فراز الدهون في فروة الراس واللي هي بتحفظ لي على جودة الشعر دايما نقوله على فيتامين اي اللي هو فيتامين الجمال مش بس للشعر كمان للبشرة بتحفظ على ان البشرة تبقى بشكل شاب اكتر او ناضر اكتر ده فيتامين اي حاجة تانية مثلا زي الاميجا ثري الاميجا ثري من الحاجات المهمة جدا للشعر برضو بتحليني مشكلة تصاقب الشعر بتديلها مع حلوة للشعر الاميجا ثري من الحاجات الموجودة دايما في اكل كتير زي الاسماك اللي فيها دهون اللي هي زي السالة من مثلا زي المقصرات ويمكن الناس كتير ممكن ما تبقاش متوفر لها الاكلات دي بالضبط ما تقدر تاخدها بشكل مكمل غذائي مثلا زي كلوسيز في فيتامين اي وفي الاميجا ثري كمان فيتامين دي مهم جدا كمادة انتي اكسيدن او مضادة للاكسادة بتحفظ لي على برضو دايما بيبقى في مشاكل نتعرض لها زي التلوز الكتير بمحتاجة مادة مضادة للاكسادة لصحة جسمي وكمان لصحة بشريتي وشعر طيب يعني دكتور خلينا نكون وقعيين مستحيل نوصل لنظام غذائي يومي في حياتنا يكفي كل العناصر دي يعني حتى احنا بنقول مهما اكلت من الفيتامين ده انت مش هتوصل للمستوى المطلوب هنا طبعا طبيعي زي اي ست كلنا بنحتاج ان احنا نساعد بمكملات بقى مش هقول غذائية بس بعناصر مساعدة زي الكريمات زي الشامبوهات في انواع مختلفة وغيره يعني حضرتك هنا تنصح هنا بيه بصي الجزء الخارجي هنا هيجي دور بروشير تانيك فيه وهو منتج مكون من مجموعة من الفيتامينز زي ما اخدنا فيتامينز داخليا هنبقى محتاجين ناخد شوية كمان فيتامينز ومواد تانية مرتبة كمان على الشعر طبيقل او بشكل موضعي من بر يجي هنا دور بروشير تانيك في ده بروشير تانيك كبارة عن سبري هو خفيف هيدي مميزات السيروم في حاجات كتير ومميزات ان هو تغذية للشعر كلمة تانيك هو مغزي ومقاوي للشعر يعني انا بستخدم حاجة علاجية وقائية وحاجة تديني كمان شكل جمالي للشعر مكوناته كتير كلها حاجات طبيعية مجموعة من الفيتامينز مجموعة من المواد اللي بترطب للشعر مواد بتغلف للشعر عشان تحميه من اثار التلف اللي بنتعرض لها او حتى مواد بتحمي الشعر من الحرارة طيب خلينا يعني سريعا كده نفكر السادة المشاهدين بمكونة بروشير تانيك وكل مكون ايه فايدته لصحة وجمال الشعر بس خليني في الاول اقولك احنا امتى نستخدم بروشير تانيك او ايه المشاكل الممكن نبقى محتاجينها لشعرينه عشان نستخدم بروشير تانيك دايما المشاكل اللي كلنا بنعاني منها مثلا زي مشكلة تساقط الشعر او مشكلة شعر متقصف الشعر بيقع الشعر فيه قشرة الشعر يكون ناشف او يعني ملمسه مش ناعم وطاري واطرافه ناشفة كتير كل دي مشاكل كلنا بنتعرض لها يجي هنا دور بروشير تانيك بالمكونات اللي هنكلم عنها دلوقتي فينها تحليني المشاكل مكوناته يعني خلينا نبتديها واحدة واحدة ونوضح للناس اهمية وقيمة كل حاجة فيها اوكي لو نبتدي اول حاجة فيتامين اي وفيتامين اي من الحاجات المشهورة جدا بتكون في منتجات الشعر والبشرة هي مادة اصلا مضادة للاكسادة بتجدد لي الخلايا بتاعة فروة الراس بتحميلي الشعر من الاثار الضارة دايما بتعرض للتلوس والستريس الحاجات دي بتأثر على الشعر بتجدد لي الشعر من التلف اللي ممكن يحصل بايتامين اي كمان بدي لمعة للشعر لو شعري بقى في مشكلة زي مشكلة التساقط ولما بنجي نتكلم على التساقط مهم برضو نوضح تعريف التساقط طبيعي ان انا لما صرح شعري يقع في الفرشة شوية لما اخسله برضو على اي بيقع ده كله طبيعي لان الشعر بيقع علشان يطلع شعر جديد مكانه دي حاجة طبيعية مفروض الناس كلاتة بعرفاها علشان يعني مش بس اي شعر بيقع بس في حدود معينة اكيد بالضبط امتى اقول بقى ان انا عندي مشكلة التساقط قوية هو لما لاقي ان ده بيتقرر كل يوم على مثلا المخدى ولما اصحى لقي كل يوم في حدود مثلا ميت شعر ودي كمية كبيرة الاقيها فعلا متابعة يعني هنا لازم الست يعني تخلي بالها بالعين كده قبل ما نوص قبل ما المشكلة تكبر نبتدي نتكلم في فراغات بقى وشعر خفيف وتحس بقى ان المشكلة فعلا بقت كبيرة جدا من الاول نبقى متابعين طبعا في اسباب كتير للتساقط اهمها كمان مثلا حاجة زي الانيميا مهم ان نبقى نعالج داخليا وزي ما قلنا لما احنا نبقى مناخد مكملات غذائية او بناكل بشكل متوازن ده هيحميني كتير قوي من المشكل دي وفي بقى الاسباب اللي دايما منتعرض لها المنتشر قوي اللي هيبقى عندنا سترس مثلا ده الوقت الامتحنات زي اللي احنا فيه برضو بتكون من الاسباب بس ده برضو بيفضل طبيعي يا دكتور يعني هي بتبقى مراحل وبتعدي لكن انا محتاج ان انا زود التغذية بقى بتاع شعري كده كده وابقى وقائيا كمان حماية شعري من ان يحصل ده بشكل قابل لما بنقول زيت السيليكون في منتج انا المفروض استعمله استعمال يومي هل التركيبة نفسها بتفضل خفيفة بتاعت بروش هيرتونيك اه تركيبته خفيفة علشان هو اصلا معمول للاستخدام اليوم ما انا هاستخدمه طبعا على فروة الراس ومهم قوينا انا اكد ان احنا نستخدمه على فروة الراس عشان الناس ممكن تكون بتحطه على اطراف شعرها وده يعني ليش ده الاستخدام الامثل يعني مفروض ان انا الفيتامينات دي استفيد منها على فروة الراس والباقي بالفرشة ببتدي وزعه لما نتكلم عن مكونات بتغلف الشعر بباقي الفرشة لكن اهم الكمية كلها مفروض تبقى وصل الفروة الراس عشان دي مجموعة من الفيتامينز الكافيني كلمنا عنه مهم تبقى وصل الفروة الراس بحركات دائرية هنبتدي نوزعه وبالفرشة بوزع بقيته على شعر هو مش هيسيب لي اي ملمس دهني دايقني بقى هقدر اصاشه شعري او استخدم الحرارة او زي ما بصففه زي ما انا عايزة مش هتدايق ابدا بقى انه هو يعمل زي طبقة تقيلة بالذات ان احنا حضرتك عارف احنا في الشتاء فما بنغسلش شعارنا كل يوم ففكرة ان انا كل يوم بحط مرة وراءت تانية ممكن يعني على استعمال التالت او الرابع بما انه هو مرتين في اليوم فيه ناس بتخافتوا لك لا انا مش عايزة شعري يبقى ملزق في بعضه بالضبط او فيه اللمعة بتاعت الزيوت دي لا هو بيمتص جدا ويكون ان انا حطاه على فروة الراس بيمتص بسرعة وانا مش ببقى متقلة كمان بكمية كبيرة على الشعر نفس وبرضو المهم قوي بردو بيعرفين ان احنا مفروض في الشتاء معلومة ان الشعر مفروض بيتغسل زي ما انت بتقولي منش بنغسله كتير مفروض ان هو مرتين في الاسبوع في الشتاء وفي الصيف يبقى يوم ويوم ليه يبقى يا دكتور فيه ناس تحب تغسل شعرها كل يوم بالذات لو شعرها قصيرت او لك انا ما عنديش مشكلة بصي هو ده ضرر ان بيخليني الزيوت الطبيعية في الشعر نفسه بفقدها لو انا غسلته كل يوم كل يوم وخاصة لو كل مرة بالشامبو كل يوم هيبقى كتير قوي هيخلي الشعر يبقى جاف ولا المفروض انه لا يوم ويوم عشان تدي فرصة لزيوت دي انها تطلع نتشوف شغلها يعني وتتعامل معها وطبع وفي نفس الوقت فيه ناس ساعة بتطول عندها برضو مش كويس ابدا لانها يدخني في مشاكل اهمها مثلا زي مشكلة الاشرة كمان لان تراكم الدهون ممكن بيكون سبب بالضبط وممكن يعمل بعد كده عدوى عليها ويدخلنا في مشاكلها فحنا بنتكلم في الشتاء مرتين في الاسبوع في الصيف ثلاث مرات في الاسبوع ده المعد اللي هو اوه يعني اللي هو يوم ويوم طيب البنتينول بقى يا دكتور اللي معروف عنه انه هو كريم مرتب للبشرة بنستعمله للبيبيهات بتستعمله للستات فكرة ان احنا ندخل البنتينول في الشعر بقى جات يعني ايه فايدتها او بتتعامل ازاي بسي البنتينول من الحاجات احنا كلمنا عنها في براش كريم قبل كده وهو مادة مرتبة جدا مادة مضادة للتهاب كمان بتعمل هيلنج او بتعمل تجديد للخلايا لما كلمنا عنها في براش كريم للبشرة الشعر بقى دوره يشبه كتير برضو للبشرة هو مرتب قوي جدا للشعر بيحميلي الشعر ويديلي طبقة على الشعر نفسه علشان تحميلي الشعر من التلف اللي بنتعرض له العوامل الجوية الكتير كمان ساعة بدي خليل الشعر يحصل له تقصف هو بدي طبقة حمية للشعر وكمان على فروة الراس بيحميلي من اي التهاب ممكن يحصل فيها لانه هو كمان زي ما قلتلك هو مادة مضادة للتهاب فروة الراس ممكن تحصل فيها التهابات يعني ايه الاسباب اللي تخليه طبعا اي التهاب يعني بيبقى حصل عدوى مثلا زي العدوى بكتيريا او فاروسيس تعمل عدوى زي ما بتعمل على الجلد فروة الراس هي كمان جلد ممكن تدخلي في التهاب ويبقى في بقى زي الحكة او المشاكل ازي بروشيرتونك من الحاجات كمان اللي فيها انها تحمي الشعر من من الاشرة ومن اي عدوى ممكن بكتيريا او فيروسيس من مكونين موجودين في بروشيرتونك حاجة زي السليسيليك اسد والسليسيليك اسد من الحاجات اللي الناس ممكن تكون مش عرفها مشهورة اكتر في المستحضرات للبشرة عشان يحمي البشرة من الحبوب ما هي لها برضو بتركيز معين موجودة في بروشيرتونك عشان تحمي فروة الراس من اي برضو عدوى بكتيريا اللي هي بتسبب بعد كده الاشرة والمكون التاني هو خلاصة التفاح اللي هي غنية جدا بفيتامين سي برضو بتحمي الشعر من الاشرة وبتحمي من اي عدوى بكتيريا او فيروسات وبتدي ملمس بقناعم للشعر يعني انا عندي البانثينول بيرطب وبيحمي من الالتهابات ولولا قدر الله حصل وبقى في بكتيريا او اشرة او التهابات عندي السليسيليك اسد والتفاح خلاصة التفاح هما الاثنين اللي بيقوموا الاشرة او البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة في جلد الراس مزبوط يعني التركيبة بقى دي كلها لما يعني حاسأل حضرتك سؤال بسيط جدا عشان اختم بالفقرة يعني فيه ناس تقولك انا طب حضرتك الدكتورة بتقولي كلام صعب انا مش فاهمة انا في الاخر عايزة اسرح شعري ويطلع حلو ومش متشابك وشكله ناعم التركيبة دي كلها بتوصلني بسهولة للنتيجة دي؟ اكيد بتوصلني الشعر زي ما انا عايزة هو الشكل الناعم اللامع اللي دايما ادرى سيطر عليه لو فيه مشاكل زي مشكلة التساقط كمان هتبقى هيحلها لي فكرة ان الشعر يبقى مترطب وعليه طبقة ترطيب حلوة دي حاجة مهمة جدا لانه بتدخني في مشاكل بعد كده التقصف وان الشعر يتقطع ويبوز منه فكرة انه هو سهل استخدامه وانه هو متوفر في كل الصدليات دي حاجة كمان هتريحني جدا ان انا استخدامه بسهولة ولا ايه بسهولة ممتاز عامة مشاهدين هتطلع لكم دلوقتي على الشاشة صفحة الفيسبوك لشركة اي ام دي لو عايزين تستفسروا على بروش هير تونيك وكل منتجات الصفحة طبعا هي موجودة بكل وسائل التواصل علشان تعرفوا تفاصيل مناسب لمين مش مناسب لمين موجود فين وإحنا طبعا هيكون لنا لقاءات تانية مع كل مستشارين الطبيين لشركة اي ام دي علشان نتكلم على المنتجات دي وعلى فوايدها لكل الانسات ولكل الستات اللي عايزين ياخدوا بالهم من نفسهم يقدروا على طول شكلهم حل وانا في الختام دكتور مهتاب هاني اشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة في صحيتك بالدنيا وزي ما قلنا ان شاء الله هنتقابل تاني كتير ولسه هنتكلم اكتر عن فوايد بروش هير تونيك وازاي يمفع نستعمله وممكن نجيبه منين وكل حاجة محتاجين تعرفوها عنه بالتفصيل في صحيتك بالدنيا خليكوا معنا اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا العوامل الداخلية زي الوراثة الشيخوخة والهرمونات دايما بتأثر على نضارة وملمس الجلد بس للأسف معظم العوامل دي ما بنقدرش اننا نسيطر عليها لكن عندنا عوامل خارجية تانية ممكن نتحكم فيها زي التعرض للشمس او غسيل البشرة المتكرر بالماء الساخن والأدخنة والتلوث وكمان النظام الغذائي الغير صحي والاجهاد وقلة النوم والتك كمان التدخين بيأثروا جدا على حيوية الجلد علشان كده معنا النهاردة دكتورة دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركة ميرتي واللي هتكلمنا بشكل اكبر على عن كل ما يخص البشرة وازاي تحميها من كل العوامل دي اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا اناس دايما شرفونا وبتكلمين عن جمال بشرتنا حبيبتي يا اناس بس عايزة ابتدي معاكي النهاردة يعني احنا طبعا نتكلمنا كتير قوي على نظارة البشرة وحيويتها وكمان مشاكل البشرة اللي ما بتخلص تقريبا طبعا طبعا بس خلينا النهاردة يعني نبتدي معاكي بالعناية بالبشرة لو انا هقول ان انا حتى لو ما عنديش مشاكل في بشرتي بس عايزة نظارة ايه او لو واحدة مثلا عندها مشاكل فعايزة مثلا نبتدي بالمراحل اللي هي ابتدي ازاي بالنظارة وايه العناصر المفيدة اللي ممكن اكلها والحاجات اللي ممكن امنعها عايزة مراحل العناية بالبشرة كده نبتدي معاها حاجة حاجة تمام انا بقول لكل ست بتتفرج علينا وكل سيدة عايزة بشرتها تبقى فيها نظارة رقم واحد شرب المية شرب المية من اساس ان انا بشرتي تبقى فيها ترتيب وفيها نظارة تانية حاجة لازم اعملها اكل اكل صحي حاجات فيها فيتامين سي زي الفكهة زي البرتقان مثلا كمان امتنع عن السكريات ده لازم جدا بمشتقاته انا مش بقى تكلم بقى على حاجة سخنة فيها سكر بس لا كل حاجة حلويات شوكلتس مية الصودا بكل انواحها نمتنع ونحاول نقلل النشويات طبعا ومهم قوي ان انا اقلل جدا الدهون المصنعة والحاجات اللي فيها زي المهدرجة كمان المهدرجة فكل الحاجات دي تتقل واحاول امتنع عن التدخين يعني بقول لكل سيدة بتتفرج علينا لو هي مدخنة انا مش اقول نقلل لا نمتنع لان التدخين هو اللي بيدعم ثاني اكسيد الكربون فبيخلي البشرة ما تتنفس اكسجين نظيف وكمان انا يعني يعني عارفة ومش عارفة المعلومة دي صح او غلط بس انتي صح حيلي ان التدخين بيعمل او بيظهر التجعيد على طول على طول في سن مبكر لان التدخين بيعمل حاجة تانية غير ان هو بيدعم ثاني اكسيد الكربون بيكسر الكولوجين الكولوجين بروتين اساسي لصحة بشرتي وان انا امنع من ظهور الفاين لاينز والتجعيد هنعمل كل ده ونشرب مياه كويس والنام فترات كويسة وهنستخدم الكريم اللي فيه ترتيب وفيه مضادة للأكسادة وفيه فيتامينز وفيه مكونات طبيعية فكل ده بيكمل ده فدي حاجة مهمة جدا اكيد ما انا عايزة بقى ابتدي معيك بمشكلة مشكلة لو هنبتدي دلوقتي عايزة احل بقى كل المشاكل دي احلها ازاي وبرضو الروتين اللي ابتدي يعني ابتدي مثلا لو عندي مشكلة نبتدي مثلا بالتصبغات التصبغات اولا هننزل الشمس ونقعد فترة طويلة في الشمس هنستخدم سانسكرين فيه SPF عالي ولازم استخدم مع السانسكرين كريم فيه ترتيب وعناية وتغذية وفايتامينز فانا مع السانسكرين او السانبلوك بستخدم كريم بينكي واشرب مايك ويس قوي فكده نقدر نمنع من ظهور التصبغات وانا ليه بقول يا ايناس بينكي يعني اش معنى بينكي اللي هستخدمه لان بينكي الحقيقة فيه كل حاجة بينكي اولا فيه مستخلص التوت البريد ده بيقدر يشتغل على الميلانين التصبغات الزيادة نتيجة افراز الميلانين زيادة على اللزوم فالوش بيبقع انا عندي مستخلص التوت البري بيقلل افراز الميلانين وبيرجعوا لوضعه الطبيعي مستخلص التوت البري كله مضادات اكسادة طيب عندي مكون تاني داخل كريم بينكي بيقدر يفتح ويقدر يستهدف التصبغات عندي عندي الليكوريش اكستراكت او مستخلص عرق السوس مستخلص عرق السوس كله سورس بريتنس ومليان زينك فبيقدر كمان يفتح ويلطف لو فيه عندي اي التهابات طيب عندي ايه كمان بيقدر يشتغل على التفتيح عندي داخل كريم بينكي فيتامين سي فيتامين سي يا ايناس من اهم الفيتامين اللي تقدر تفتح وتقدر تعملي نضارة مهمة او حتى لو انا معنديش تصبغات ومعنديش تجعيد الشكل السيطي بيبقى حلوة وهي غسلة والشاع عندها النضارة فانا عندي داخل كريم بينكي فيتامين سي واكيد يا ايناس انت عارفة ان فيه برندات معروفة برند بتاعها سيرام فيتامين سي بس ايه صحة فيتامين سي بيخلي البشرة عامة زي الحرير فاري صوفت عندي كمان فيتامين اي اللي هو اكسير الشباب طبعا معروف لايه ده مهم جدا كمان البشرة والجسم طبعا يمكن يا ايناس الكابسولز اللي فيتامين سي بتشوفي اكيد بنات صحابك كنت باشوف ده كتير بيفتحوها فيتامين اي سوري فيتامين اي صح ويبتدوا ياخدوا الزيت بتاعها ويحطوا على البشرة بس ده خطر لو انا عملت ده ونزلت الشمس لان في الاول في الاخر ده قوي وغلط على البشرة الدهنية وغلط جدا هيحبب لها فلازم استخدم كريم بينكي اللي فيه فيتامين سي اللي يقدر مايعملش فيتامين اي اللي يقدر مايعملش مشاكل عندي لو انت بقى جبتيلي قصة البشرة الدهنية يجي يقولي طب يا دكتورة دينا انا بشرتي دهنية استخدم كريم بينكي هل هيفيدني بقول انه هيفيد جدا لانه جواء مستخلص الشاي الاخضر مستخلص الشاي الاخضر مضاد للأكسادة وبيحمي من ظهور الحبوب لانه بيصحب الدهن الزيت المادة الدهنية اصلا اللي بتكون منها الحبوب بالزبط مهمة او يقول عندي ان عندي لحاق الصفصاف دي مادة بتعمل تلطيف عشان كده بقول ان كريم بينكي مناسب جدا للبشرة الحساسة طيب لو حاق الصفصاف غير ان هو غير ان هو بيلطفه انت انفلاماتري جواء مستخلص اسمه الساليسين كلنا عايزين نعمل بيلينج من غير اعرض جنبية كلنا عايزين نزيل الخلايا الميتة من غير ما احس ان بشتي جفة فده اتحقق بمستخلص الساليسين ان يقدر يشتغل ازا ديتوكس ويشيل الخلايا الميتة فبالتالي انت بتجددي خلايا جديدة وبالتالي بتجددي كوليشن هي دي اهم مكاولات كريم دلوقتي تلاقيين البنات بتعمل حوار البيلينج ده عشان تقول ان انا ابتدي اشيل الجلد الميت وابتدي بقى على نظافة كده من الاول تحسن ان بشرتها رجعت زي ما كانت فده برضو من مميزات بينكي انه بيعمل بيلينج خفيف صح وتبقى مش مضطرة تعدى في البيت وكمان بنقعد تقريبا بعد البيلينج خمسة ايام مثلا لكن ده بقى متعرضيش لشمس وبتشوف وشك في القشر بينزل انا كلام ده وعنديش في بينكي اطلاق كنت حاب اقوله برضو اطلاقا والستات والبنات المحجبات بتلاقيه ساعة فرق اللون هنا فكل ده بينتهي بكريم بينكي ومهم اقول ان كريم بينكي لو عايز احطه اولا تحت العين حلو قوي يعني مش اي حاجة احطها تحت العين تحت العين حتة حساسة جدا فانا بنقط من كريم بينكي على ايدي وابتدي اضبط تحت العين ومنساش الحتة دي اي ناس بنات كتير بشوف وشها فاتح وعندها هنا مسود طبعا نتيجة بقى لازالت الشعر بطريقة مش صحية جالها التهاب بقى اللي بغامان فبرضو منساش الحتة دي والستات المدخنات عندهم هنا كرمشة برضو هنا اه فبرضو منساش دي هنا دي برضو بتبقى مشكلة صح ومنساش يا جماعة الرقبة الرقبة مهمة قوي المساج من تحت الفوق والمساج يبقى للوش من تحت الفوق عكس الجاذبية الارضية مهمة اول انه كريم امن مرخص من نظر الصحة المصرية وطريقة الحصول عليها عن طريق الرقم فيه برضو للايدين يعني لو هنتكلم مش بس للجسم كله هتلاقي كمان نسيت الايدين دا الايدين دي اهم حيجعي بسح من اهم دلوقتي البنات دلوقتي بقت تعرفي مثلا عمرها من ايدين والرقبة صح الحجم الاول الميت ملي دا الحجم الكبير انا بنصح ان انا اشتري الحجمين ليه الحجم الكبير بيفضل قاعد معي في التسريحة بتاعتي الحجم الصغير باخده معي في الشنطة اللي هو الخمسين ملي زي ما قلت انا برا عايزة طول الوقت ارطى بيدي انا برا مش حطى ميكاب وعايزة ارطى بوشي هسافر الساحل وده دلوقتي الموسم ما نفعش اقعد ست ساعات قدام الشمس والبح من غير بحط السانسكين كل ساعتين ومن غير ما استخدم كريم بينكي كل ساعتين فانا عندي الخمسين ملي دا في الشنطة وعندي الميت ملي في التسريحة بتاعتي دا دا حاجة مهمة جدا طب انا بقى بصي بما ان احنا بنتكلم على كل حاجة تخص المرأة واحنا انحيازين قوي ايوه هنتكلم على الرجالة دلوقتي يعني برضو كريم بينكي بينفع للتجايد والتصبغات وتقريبا في رجالة كتير جدا عندها المشاكل نفس اللي احنا بنعاني منه ايوه فبردو قوليلي هل الرجالة بيعمل لها ايه كريم بينكي غير مثلا علاج التصبغات ونظارة ودلوقتي بشوف رجالة باهتمة قوي جدا وبتعمل ماسكات زينا طبعا لا انا بسمي كريم بينكي فاميلي برودكت هو كريم العيلة فعلا ورجال كتير عندها تصبغات تقولي احنا يعني بندرب ميكوب معاني مش ده صح انا احب ستة تبع حالوة من غير ميكوب لكن الراجل اكيد مش هيحط كونسيلر وينزل اوه عنده وبشوف رجال كتير عندها هالات سودا الرجال تقدر تستخدمه وهيديهم نظارة هيعليق لهم هالات سودا وعندي مشكلة الرجال اصحاب البشرة الجافة بيعانوا جدا من حبوب ما بعد الحلالة والتهابات ما بعد الحلالة فالرجل اللي عنده التهابات ما بعد الحلالة في منطقة الفك او منطقة الحتة دي هيستخدم كريم بينكي هيلاقي نتيجة حلوة والحلوه انه كمان دلوقتي الامهات بقت تستخدم كريم بينكي لهير بيبيز يعني يمكن البيبي ساعات بيحصل له التهابات وكده نتيجة حفظات او بيحبي ركب ونشفة فالريدي بيستخدم مؤامن حتى للبيبيز لانه كمان مليان مواد طبعية وزنك دي مهمة جدا خصوصا بقى احنا دلوقتي بقينا نتجه للمواد الطبعية واي حاجة طبعية بقت امنة وبعدين زي ما قلتي اي حاجة تحت العين يعني احنا مش بنحط اي حاجة وبنخاف جدا على تحت العين عشان موضوع الهالات او تبقى منطقة حساسة قوي طبعا اكيد فلما بسمع انه ينفع يتحط تحت العين بعرف انه هو امن طبعا دي حاجة مهمة ومرخص ودي انا شايفة انه كل الكلام ده جميل جدا فليلا ان احنا ما نهتمش ببشرتنا ونهتم بنفسنا وشكلنا وجسمنا اي مشكلة عندنا بقى لها دلوقتي حل فعشان كده طبعا بنستضيف الدكتورة دينا ابو الصعود المستشار الطبي لشركة ميرتي بجد نورتينا حبيبتي اناست اسلامي واكيد هنشوفك تاني يا دكتور ولينا حلقات كتيرة جدا عن مشاكل البشرة يارب تكونوا استفدتوا النهاردة ونشوفكم باحسن صحة واحسن حيا مع صحتك بالدني موسيقى 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 اشتركوا في القناة